ليس القمع وحدهما يتربص بالأقليات المسلمة في شينجيانج فسياسات تحديد النسل التي يفرضها نظام الحزب الشيوعي الصيني تبدو هي الأخرى جزءاً من معركته ضدهم هذا ما يخلص إليه تحليل الباحث الألماني أدريان زينز والذي استند إلى مقارنة بين البيانات السكانية الرسمية لعامي 2017 و2019 وفيها يتبين انخفاض الولادات بين الأقليات المسلمة التي يعد الإيجور أكبرها بنحو 50% في هذه الفترة أرقام تدفع الباحث إلى تواقع انخفاض بنحو الثلث لهذه الأقليات بحلول عامي 2040 والأدهى هو أن الانخفاض يقابل بسياسات تبدو مصممة وفقاً لزينز لزيادة أعداد السكان الهان الصيني في الإقليم إلى حوالي 25% فيما لا يشكلون حالياً أكثر من 9% ويقدم التقرير الذي أعد لصالح منظمة ضحايا الشيوعية ومقرها واشنطن ما من شأنه أن يعزز التكهنات بوجود سياسة منهجية للتلاعب الديمغرافي فبينما تفرد السلطات تطبيقاً صارماً يشمل فصل الأزواج والإجهاد وحتى الاعتقال على الإيقور وغيرهم من الأقليات المسلمة في حال انتهاكهم أعداد المواليد المسموح به عرضت تقرير وثائق لمسؤولين في شنشيانج وأكاديميين ممولين من الدولة وهم يوصون بزيادة أعداد الهان وتقليص أعداد الإيقور الذين يواجهون أيضاً سياسات موازية كالاحتجاز في معسكرات جماعية والنقل إلى مناطق أخرى سياسات حدث بالولايات المتحدة وبرلمانات دول غربية منها بريطانيا وكندا لاتهام الصين بممارسة الإبادة الجماعية بحق الأقليات المسلمة اتهامات قد يمنحها التقرير المزيد من الزخم فمعاهدة العام 1948 لمكافحة جرائم الإبادة تمص صراحة على أن حرمان الأعراق من حق التناسل قد يرقى إلى إبادة جماعية ومع هذا يبدو مسار المحاسبة متعثراً نظراً لأن الصين ليست طرفاً في المحكمة الجنائية الدولية المخولة بالنظر في هذه القضايا ينضم إلينا من بكين نادر رونغوان الآلامي الصيني ومن العاصمة واشنطن ينضم إلينا بيتر أروين كبير الباحثين للمناصرة والتواصل في مشروع الإيجور لحقوق الإنسان أهلاً بكم ضيفاي الكريمان أبدأ معك ضيف من بكين بداية الصين تتبع سياسة تحديد النسل القصري لماذا هذه السياسة المتبع مع أقلية الإيجور لا أولاً مرحباً بالمشاهدين أهلاً بك أولاً أريد أن أشرح سياسة تحديد النسل في الصين فهذه السياسة تم تطبيقها تدريجياً وهناك اختلاف في تطبيق مع القومية الحان ومع الأقليات الأخرى وكذلك هناك اختلاف في التطبيق في سكان المدن وسكان الرياف فهناك مثلاً في المدن هناك الالتزام صاري رونج هوان التقارير تحديداً تتحدث بأن بكين تمارس هذه السياسات تحديداً في شينجيانج تحديداً صوب الأقلية أقلية الإيجور المسلمة هي تتحدث عن عمليات تحديد النسل القصري بالإضافة إلى جملة أخرى حتى الآن لا أود أن أركز معها في هذا السؤال إنما أكتفي بخطة أو تحديد النسل القصري التي تتبعها الحكومة الصينية في هذا الموضوع نعم وهناك تحديد النسل سياسة مثلاً نسميها في الصين سياسة طفل واحدة يعني كل أسرة ولكن هذا السياسة هناك اختلاف في التطبيق كما قلت مثلاً للسكان في المدن هناك التزام صارم للسياسة واحدة ولكن بالنسبة إلى السكان في الأرياف يمكن للأسرة التفلان ألمان أنه في الأوين الأخيرة الصين يعني أعادت وزادت من معدل الإنجاب بثلاثة أطفال دعني أنتقل وأرحب بضيفي من العاصمة واشنطن السيد بيتر ما رأيك بالكلام الذي قاله ضيفي السيد نادر رونجوان حول موضوع تحديد النسل القصري هو لا يرى بأن هذا الموضوع قصري يفرض فقط على أقلية الإيغور بالإضافة إلى الأقليات العرقية الأخرمة إنما يرى بأن هذا الموضوع هو أمر متبع للجميع داخل الصين وهكذا تتعاطى الصين في حكومتها بحسب المناطق والأرياف أعتقد أنك لو نظرت على البيانات من وثائق الحكومة فواضح جدا أن هذه ليست سياسة منتشرة وتطبق عبر البلاد هناك استهداف للإيغور نرى معدلات المواليد انخفضت حسنا في الفترة ما بين 2017 و2019 نحن ننظر على البيانات والبيانات نتشاطر فيها واضح أن الحكومة تحاول أن تقمع الإيغور بينما تروج المواليد في أوساط الهان سيد نادر ضيفي من واشنطن تحدث عن تقارير تحدث عن ما هو مخالف لما ذكرته ولكن عندما ننتقل إلى ما هو أبعد من سياسة تحديد النسل كما تتحدث التقارير يعني بشكل عام هناك توجه وتقارير تتحدث عن سوء المعاملة التي يتلقاها الإيغور المسلمون وخصوصا بأن هناك حديث وأيضا تصريحات ربما صدرت من الحكومة الصينية عن معسكرات للتربية أن صح التعبير وفي نهاية المطاف نعود لنطرح السؤال الأول لماذا هذا التعامل؟ يعني لا أوافق على يعني ماذا ورد في التقارير البحث الألماني يعني هناك الأرقام يعني غير الحقيقية وغير التي تتبق مع الحقائق والأرقام من الإحصاءات الميدانية فهناك ما يقول ما قاله بما يسمى بمعسكرات هو ليس المعسكرات هو مركز التدريب المحني كما قلت وربما هذا البحث الألماني لم يزور إقليم سنجان من قبل ولكن أنا زرت هذه المناطق مرات كثيرة سيد نادر يعني أعذرني على هذه المقاطعة بعيدا حتى عن هذا التقرير هناك الكثير من الشهادات شهادات عيان من قبل الإيغور أنفسهم تحدثوا عن تجارب مريرة عاشوها عن طبيعة معاملة معينة يطلقوها هناك أيضا تنديدات دولية وخصوصا بأن الصين تحاول الآن أن تنطلق نحو الصدارة العالمية ولكن بالمقابل يبدو بأن موضوع حقوق الإنسان يتهم وعليه الكثير من نقاط الاستفام والتعجب بالنسبة إلى الاتحامات بحقوق الإنسان لا أوافق ذلك بهذا الخصوص لأنني شاهدت وزرت هذه الأماكن ولم أرى أي انتحاق للحقوق الإنسان بل هو المكافحة الإرهاب وحماية الحق البقاء الأساسي للسكان هناك فكل هذه الإجراءات تحدث إلى تخفيض التأثير الإرهابي وكذلك حماية الحقوق الأساسية للسكان والموادنين المحليين هناك طيب ضيفي من واشنطن سيد بيتر يعني ضيفي من بكين نفى جملة وتفصيل كل هذه الروايات وكل هذه الاتهامات أيضا بكين نفتها سابقا يعني نفهم الآن إن كانت هناك فعلا تحركات رسمية حول هذا الموضوع إن كانت هناك أي اتهامات جنائية رسمية إلى مسؤولين صينيين حول جرائم التي تتهم بها الصين أو المسؤولين الصينيين بارتكابها نحو هذه الأقليات التي تعاني فعلا يجب أن نكون واضحين الطيف يعيش في عالم آخر هناك أدلة كثيرة والوحيد الذي يدعي هذا هي الحكومة الصينية هناك عمليات إبادة تحدث والأدلة تتراكم أعتقد أننا سنجد في الأيام والأشهر القادمة سنجد أدلة قوية طيب سيد بيتر يعني إن كان هناك أي تحرك رسمي ربما أيضا تابعنا قبل أيام قليلة كانت هناك محكمة منعقدة في لندن سميت محكمة الشعب المستقلة فيما يخص موضوع الإيغور دعا لتشكيلها رئيس مؤتمر الإيغور العالمي بالتالي ليست هناك دولة ليست هناك جهة رسمية تتحدث بأدلة وتتصرف بصورة رسمية لماذا حتى الآن هذه التحركات غائبة هذا صحيح الأدلة موجودة وهناك دعوات من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا تظهر أن هناك توجه في هذا الاتجاه بالتأكيد ضيفي من بكين كما تحدث قبل قليل إن كنت ترى فعلا بأن كل ما يشاع هي مجرد اتهامات باطلة لماذا لا تقدم بكين أدلة وبرهين على أن هذه الأقليات لا تعاني كما تقول أو كما تدعي أو كما تشير مجموعة كبيرة من التقارير حول هذا الموضوع حتى إذا تحدثنا عن الجانب السياسي الولايات المتحدة الأمريكية تحدثت عن أن بكين تمارس إبادة جماعية في فترة الرئيس جو بايدن وحتى في فترة الرئيس السابق دونالد ترامب لا لأن هناك أدلة كثيرة للصين قد عرضت قدمت للعالم كلها حول حياة القومية وغور في سنجان فلم نجد أي أدلة كما يقول كما تتهم بعض الدول هذه الأدلة أين هذه الأدلة التي تدل على هناك إبادة جماعية في سنجان وبالعكس أنا زورت سنجان مارات كثيرة ومع صحفيين الأجانب فما رأيناه هو الحياة السعيدة للقومية وغور هناك وكذلك عشت مع المحليين لفترة ومع الأطفالهم ومع الشبابهم ولم نجد أي حالة أو وضع إبادة جماعية لهذه القومية فهم يتمتعون بنفس الحقوق مع القومية الأخرى وكذلك هناك السياسات التفضيلية لهذه القومية لكي تساعدهم على التخلص من الضقر وكذلك الضمان الحقوق مثلا حقوق التعليم وحقوق الضمان الصحي وحقوق كذلك دعني أختم مع ضيفي من العاصمة واشنطن سيد بيتر سيد نادر رونغوان تحدث ما هي الأدلة أين هي الأدلة وحقيقة بأنه يتم الحديث بأن الاتهامات الجنائية الرسمية التي من المفترض أن توجه إلى بكين أو حتى إلى شخصيات صينية هي غير موجودة بسبب نقص الأدلة بمعنى بأن هذا النوع من القضايا بحاجة إلى مستوى عال من الأدلة الذي يؤدي بنهاية المطاف إلى تحقيق النتيجة المرجوة ما رأيك؟ بالطبع الأدلة موجودة ولو استمع الضيف إلى آخر أربعة أيام من جلسات الاستماع لا عرف ما هي هذه الأدلة كان سيعرف لماذا طرد الناس من البلاد أن ألف إمام احتجز عشرين ماتوا في السجون الأدلة موجودة ولن أستعرضها الضيف يستمر في القول أين الدليل الأدلة موجودة ونتحدث عنها وهناك الشهود عليه أن يستمع إليهم وسيجد الأمور واضحة شكرا جزيلا لكم ضيفي من العاصمة واشنطن بيتر إيروين كبير الباحثين للمناصرة والتواصل في مشروع الإيغور لحقوق الإنسان أيضا أشكر ضيفي من بكين وعذرني ضيفي سيد نادر رونجهوان على فرق التوقيت الآلامي الصيني شكرا جزيلا لك